أنا سأنقلكم إلى آخر آية في سورة لقمان وهذه الآية من العجائب اللي ينبغي أن الإنسان يتأملها ويتذكرها قال الله عز وجل إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو في قبله في سورة الأنعام قال الله عز وجل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الأعلم ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وفي الحديث الذي رواه البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله يا أخوان مفتاح يعني مغلق يعني لا يعلم هذا الشيء إلا الله سبحانه وتعالى مهما أوتي الإنسان من علم ومهما أوتي من تقدم فهو مفتاح من مفاتيح الغيب قال لا يعلم غدا إلا الله ولا يعلم ما تغيظ شوف الكلمة هذه تغيظ أركز معي أخي المشاهد بكلمة تغيظ ما تغيظ الأرحام إلا الله ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله ولا تدري نفس بأي أرض تموت ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله والحديث رواه الإمام البخاري مفاتح الغيب هذه والحديث عنها طويل جدا جدا ولو نتكلم عن كل مفتاح من هذه المفاتيح لا أخذ من الوقت وأخذ من المجلس كثير لكن أنا بس أبنقلك المفتاحين من هذه المفاتيح فقط قال لا يعلم ما في غدا إلا الله يا أخوان أنا وأنت أحيانا ننام على شيء ثم نستيقظ ونجد شيئا آخر يعني أحيانا يأخذنا اليأس أو يأخذنا الأمل اللي مشوب باليأس ثم نستيقظ غدا ونجد اتصال أو نجد رسالة أو نجد إن ذهبنا إلى إلى الموظف فلاني وطلبناه وانفكت الله سبحانه ما يعلم غدا إلا من إلا الله سبحانه وتعالى صحيح أن الإنسان يبذل السبب ويرتب الأمور ويعقلها ويتوكل لكن ما يوقن يقينا تاما إلا الله سبحانه وتعالى والمفتاح الثاني ومتى ينزل المطر يا أخوان الآن نسمع عن قضية تلقيح السحب وعن قضية نزول الأمطار وعن هذا شيء صحيح موجود الآن والدراسات اللي يدرسونها هذا العلم علم الفلك في قضية كثافة السحاب إذا وصلت إلى حد معين أنها تأتي مطر وكذا لكن أنا قد شاهدت وسمعت لعلماء فلك متقدمين في دول متقدمة في أوروبا وفي أمريكا يتكلمون عن شيء غريب هم يقولون نفسهم يقولوا نحن علماء فلك إذا أردنا أن نخرج نغير جو نختار طبعا الجو المناسب والوقت ما يكون أفضل منه يقول نخرج أحيانا ويغسلنا المطر هو عالم فلك وعندها قمار وعنده مراصد وعنده كل شيء ومع هذا يغسل المطر يقولوا أحيانا نخرج وتأتي العواصف وتقتلع وتخرب كل شيء لأنه لا يعرف متى إلا الله سبحانه وتعالى هم يتكلمون بهذا الأمر وهذا تحدث عن القرآن قبل 1400 عام وفي قضية وما تغيظ الأرحام أنا سمعت من طبيب نها بحاث في الموضوع هذا يقول يقول كلمة تغيظ هذه مرحلة متقدمة في الحمل ليست الشهر الرابع أو الخامس أو السادس يقول مرحلة متقدمة يقول ما قبل الغيظ يقول هذا سر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى يا أخوان عشان بس أعلمكم أن القضية قضية الغيظ بعض النساء ويمكن الأمهات يشاهدوننا الآن بعض النساء إذا شافت البنت الحامل تقول هذه في بطنها ولد بأثر مشيتها وطريقة مشيتها وطريقة جلستها وحدثت لي بعض الأمهات بهذا الأمر هذا يعني القضية ليست قضية بس المرحلة التي تكون قبل الغيظ هذا سر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى وهذه الأستار المخفية عن الإنسان ينبغي أن يجعل تجعل الإيمان له ويجعل أن الإنسان يعلمها قال إن الله عليم خبير يعني الله خبير بهذه الأشياء هذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى فنقف عندها ولا نبحث ما وراءها لأنه سر من الأسرار ولكن ينبغي أن نعرف أن هذه الغيوب وأن هذه الأستار لها رب قد أغلقها عن البشر فنؤمن برب هذا البشر ونستعد لما طلب مننا رب البشر أسأل الله أن يوفقنا وإياكم وينفعنا بما كلنا وعلمنا والله أعلم صلى الله على نبينا محمد والله الحديث شيق في قضية مفاتح الغيب والكلام اللي قال أبو نايف جزال أخير والكلام اللي قال أبو تركي بإسلام يعكرمه يا أخي كل واحد له موضوع وكل واحد لدلوه والبرنامج يعني زي ما تشوفون فيه أخوة معنا الله يوفقنا وإياهم وحنا شيقين ليدارك أبو عمر ودنا نجلس ونستمع إليك الله يرعى لا يسعدك أنا والله عاد أثار أشجاني فأنا لعلي بس أتلو الآية الأخيرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير الله يطول الله يزيدك أبو محمد يبارك لكل إخوة اللي يسمعنا تدبرهم إن شاء الله يزيدهم طبعا الوسم الحلقة اليوم حلقة مميزة حتى رقمها مميز تسعمية وستة وستين ماشا اشتريك أبو محمد شكرا